السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم خاص باتطبيقات حول حساب مساحات الأشكال السيادية واستعداداً كذلك للسياز موحد مادة ريادية قسم السادس بسم الله سنبدأ بحساب مساحات المربع نعلم أن لإيجاد مساحات لحساب مساحات المربع بما أن لدينا أضلاء المربع كلها متقاسة إذن نضرب الدر في الدر لكوتي فو لكوتي إذن لإيجاد مساحات المربع نضرب الدر لكوتي فو لكوتي حساب الدر في الدر ونعلم أن الدر المربع الذي هو إثنى عشر سنتيمتر إذن إثنى عشر إثنى عشر سنتيمتر مضربة في إثنى عشر سنتيمتر التي هي مئة وأربعة وأربعون سنتيمتر مربع مئة وأربعة وأربعون سنتيمتر مربع ننتقل الآن إلى المستطيل المستطيل له بعدين مخصرفين في الطول والعرض إذن لإيجاد مساحات الشكل الذي أمامنا هنا الذي هو مستطيل نضرب الطول في العرض إذن لإيجاد مساحات المستطيل نضرب الطول في العرض أي الآن الآن أكثر خاصات المستطيل لإ greatness ثمانية فاصلة خمسة سنتيمتر لكن نحصل على مساحة التي هي مائة وسبعة وعشرونة مائة وسبعة وعشرونة فاصلة خمس سنتيمتر مائة وسبعة وعشرونة فاصلة خمس سنتيمتر مربع ننتقل الآن إلى المثلث نعم المثلث له قاعدة وارتفاع عمودي على القاعدة إذا الإيجاد مساحة المثلث نضرب القاعدة في الارتفاع قسمة 2 إذا الإيجاد مساحة المثلث نضرب القاعدة في الارتفاع المتعامل معها قسمة 2 إذن نعلم أن قاعدتها هي 11 سنتيمتر سنتيمتر 11 سنتيمتر مضروبة في الارتفاع الذي هو سبعة قسمة الكل قسمة قسمة اثنان ونحصر على مساحة هذا الشكل الذي هو مثلت الذي هو ثمانية وثلاثون فاصلة خمسون سمسراز ثمانية وثلاثون فاصلة خمس سنتيمترات مربع ننتقل الى المعين المعين نستطيع ايجاد مساحة له بواصلة الأقطاب قطر كبير متعامل مع القطر الصغيرة إذن الاجادة المساحة المعين القطر الكبير القطر الكبير القطر الصغيرة قسمة اثنان أي أن القطر الكبير هو عشرون سنتيمتر عشرون سنتيمتر مضروبة في خمس عشر هذه القطر الصغيرة قسمة اثنان قسمة اثنان قسمة اثنان تقسم اثنان المساحة مساحة المعين الآن التي هي هذه المعين قصة كبير مضروبة في القصة قسمة اثنان نحصل على مائة وخمسون مائة وخمسون سنتيمتر مربع ننتقل الآن الى متواز الأضلاء متواز الأضلاء له ضرع ضرع الذي يصوره قاعدة وضرع مجاور لا نسميد عليه في المساحة بل نسميد على الارتفاع اثنان لا باز فوالعوت للي اجار مساحات متواز الأضلاء نستمد على القاعدة في الارتفاع اي القاعدة التي هي 5.5 سنتيمترات 5.5 سنتيمترات مضروبة في الارتفاع الذي هو 3.5 سنتيمترات 3.5 سنتيمترات نحصل على مساحة دي المتواصل الأدلاء 19.25 19.25 سنتيمتر مربع 19.85 سنتيمتر مربع 19.85 سنتيمتر مربع ننتقل الآن بعد ذلك إلى حساب حساب مساحة الشم الحرف الشم الحرف له قاعدة كبرى وقاعدة صغرى وارتفاع متعامد مع القاعدة الكبرى إذن لإجاد مساحة الشم الحرف لإجاد مساحة الشم الحرف القاعدة الكبرى زائد ليست ضرب زائد القاعدة الصغرى الكل في الارتفاع قسمة 2 إذن القاعدة الكبرى هي 10 سنتيمترات زائد القاعدة الصغرى 6 سنتيمترات مضربة في الارتفاع الذي هو 3.5 سنتيمترات قسمة 2 2 نحصل على مساحة مساحة بالشم الحرف التي هي نضربها 16 16 16 مضربة في 3.5 16 مضربة 16 16 مضربة في 3.5 قسمة 2 تساوي 28 تساوي 28 سنتيمتر مربة ننتقل الآن إلى حساب مساحة الدائرة بما أن لإيجاد مساحة الدائرة نعتمد على الشعاء ولا نعتمد على القطرة ننتقل جيدا إلى حساب مساحة الدائرة إذن لإيجاد مساحة الدائرة الشعاء في الشعاع وليس الشعاع في اثنان الشعاع في اثنان يعني أن نبحث عن المحيد مضروبة في في بي إذن هنا الشعاع هو 4.5 مضروبة في 4.5 مضروبة في 3.14 قيمة مقربة لبي إذن 4.5 مضروبة في 4.5 مضروبة في 3.14 نحسن على 63 63.585 سنتيمتر مربة سنتيمتر مربة وبهذا نكون قد أنجزنا حسام مساحات للأشكال التي ترونها أمكم المربع المستطيل المعين متوسط العضلع مثلات شيم الحريف والدائرة إذن بالتوفيق لأي سؤال ويجتم فيه صعوبة فاترحوا لنا في أسفل التوقع شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر